رمضان السيد نجم مصر النادي الآلي السابق كابتل رمضان قبل الفصل كنت بكلمك على المباراة الودية يوم الحد يعني روي فيتوريا اختار منتخب تنزانيا انه هو يعمل مع المباراة يعني اختار منتخب متوسط لا اختار منتخب واقع خالص ولا منتخب من المنتخبات الاتيئة وده الصحة خليها اه يعني وانا شايف انه هو فكر جيد جدا منه يعني انه هو يختار البتائج خصوه اه يعني شابه موزنبيق وكافير دي يعني في نفس المستوى يفكر فيها فيتوريا ازاي هو مفروض انه هو يلعب بفرقتين يعني ما يلعبش بحد التساني دقيقة يعمل فرقة شوط الاولاني الفرقة الاسسية ويعني انا ببرشح طبعا محمد هاني ومحمد عب منعم لا ده استنى بقى انت ما ده هترشح يبقى انا اكتبلك علشان بعد كده اه 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 اقولها كله هيتسجد بالظبط الحارسة كابتن محمد الشناوي محمد الشناوي بس محمد الشناوي في حالة انه هو بقى كويس لا هو كويس اه اه كويس يعني هو كان عشان الراجل كان بيشتك اه لا كويس الاربعة محمد هاني وحمد عب منعم وحجازي وفتوح هاني وحجازي وعبد المنعم وعب منعم وفتوح 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 النيني وحمد فتح ونيني وحمد فتح بس بقولك انت مش ملاحظ كده دفاعي شوية ما انا هقولك ليه حمد فتح حمد فتح اخر مبارتين تلاتة للمنتخب هو اللي بيسجل يعني هو مسجل هدفين في اخر مبارتين لا وحمد ماشي كويس اوي بره وماشي مع المنتخب كمان كويس اوي وحمد فتح يعني يمكن قدر الحقيقة ضاف له انه هو ازاي يعمل مساندات هجومية ازاي يخش التمنتاشر ومن ساعاته هو بيسجل على طول يعني كل ما تشاطه بيسجل طبعا امام عشور طبعا محطوط في الصورة بشكل قوي جدا لكن انا بقول التاتة دول لا يبدأوا يعني حيل ماشي طبعا محمد صلاح نحت نمين وترزيجيه نحت شمال ومصطفى محمد صلاح وترزيجيه ومصطفى محمد ومصطفى محمد دول المجموعة بتوع الشيط الأولاني اه طب وليه مش ليه ما قلت ليه قلت ترزيجيه ما قلتش مرموش لا مردك ترزيجيه مش كويس اوي لما انا مش حسيبة اه لا اي حاجة هرد عليها وجوبك عليها ترزيجيه اخر مباريات للمنتخب في كل المباريات اللي لعيبها افضل اللي لعيب في الفرقة مؤسر راجل المباراة اتفل معك جدا اه يعني كل المبارات اللي لعيبها مع المنتخب راجل المباراة راجل المباراة مؤسر جدا 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 وبعدين ترزيجيه بيعرف يخش جوه اللي يعب واللي جاب في سيرليون اه ويعرف يخش في النواح اللي جميع بشكل كويس اوي ورابط مع صلاح يعني رابط مع صلاح ان هو الحاجات اللي بيخش بها جوه عشان يحط الصلاح او الحاجات اللي بيخش صراح ويحطوه له هو جوه ربطين مع بعض في الحتة دي ويمكن بيوصلوا بعض كتير قوي وبالتالي طبعا قدامهم مصطفى محمد مصطفى محمد طبعا في فورما عالية جدا وبيسجل في امبراته الاخيرة كلها نو ماشي اتفل معك مصطفى محمد بيسجل ولكن انت ما انا اقول لك على حاجة طبعا في انتراخت فرانكفورت ومرموش مكسر الدنيا في الرأس حربة وبيسجل برضه انا اقول لك حاجة انت مش هنتكلم بقى على كمان ترزيجه ده كمان مرموش بيلعب رأس حربة ايو انا بقول لك هو بيلعب رأس حربة ويسجل وفورما كويسة اوي اوي ما خلي بالك انت بيلعب رأس حربة في رقيته ما خلي بالك انت لما بيكون عندك لعيبة كتير مميزة هدي مرونة كتير اه انت بيجي مثلا لما تيجي تعمل مثلا تغيرات في الشبط التاني اللي بينزل بيعمل اضافة اللي هينزل في دولة هيعمل اضافة قوية جدا 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 فبالتالي هي دي يعني اللي انت عارف زي التتابع كده اللي هينزل هيكمل لك المشوار تخطي لك اتنين جميناك محمد صلاح والترزيجي ناس بتخش وبتخترق وبتعملوا كده معاهم بقى في حتة الرأس حربة ده يعني لو معهم مرموش برضه يتحرك اللي هو مثلا ايه يخش كده ووسع لدوة وده يخش كده ووسع لدوة وتبقى الدنيا دايرة ولا برضه انت تفضل اللي هو التقليدي اللي هو الرسل حربة يعني محطة بالزبط بص انا هقولك حاجة هو مرموش بيمتاز في ايه ان هو يقدر يخش جوه النواح اللجومية والجمل التاكتيكية مع صلاحه ومع ترزيجيه لان عنده كرة عالية الكرة بتاعت مرموش طبعا اعلى من كرة مصان حمد يعني بشكل هاي الحقيقي يعني مواقف واحد الدواحد مواقف الوان تو الحاجات دي كلها طبعا مميز فيها جدا لكن انا بقول انك انت بتبدأ بيه نتعرف عشان هاي الشكل اللي هو مثلا اللي انا بقولك عليه في حالة وجود مرموش مع صلاحه وترزيجيه داروا يعملوا تحركات ويعملوا خطورة هيفكرني بالشكل بالزبط بتاع اللي هو بتاع صلاحه سادي ومانيه بالزبط كده بص انا هقولك حاجة انا معاك معاك ان ممكن تبدأ تبدأ بمحمد صلاحه وترزيجيه ومرموش ولا يقل بل بالعكس يعني مرموش هيعمل لك اضافة لان زي ما قلتلك مرموش بيمتاز عن مصابة محمد انه كرته اعلى طبعا وكرته في مواقف واحد دي واحد اعلى يعني لما بيروح في مساحات واحد دي واحد بيعرف يفوت بشكل كويس قوي يعرف يشتغل مع صلاح يعرف يشتغل مع ترزيجيه يعرف كمان يسدد بشكل كويس قوي فبالتالي انا يعني معاك ان مرموش الحقيقة يبدأ مع محمد صلاحه ومع ترزيجيه طيب انا هرجعك ورا شوية كده في نص الملعبة كابتن رمضان انا انت اخترت او توقعت مره وانا عاطية وانني وحمد فتح طيب تعالى نشوف لو الراجل شاف ان هو مثلا ايه يعني لأ انا عايز ازود الحتة الهجومية شوية وخطر شوية تفتكر في الحالة دهيت يبقى التفكير الاقرب في امام عشور يبقى التالت على حساب حد ولا ممكن يفكر في زيزو يبقى هو التالت على حساب حد او لو فكر في ان يخرج حد من دولات يبقى امام عشور امام عشور امام عشور يعني انا في رأيي ان زيزو زيزو طبعا من اللعبة المميزة جدا في خلال الموسمين اللي فاته يعني لعيب صوبر الحقيقة لكن هو صوبر في حتة الجناح اليمين يعني لما بيشتغل في حتة الجناح اليمين طبعا مفيش لعيب زيه مقفولة ضبا مفتاح مقفولة ضبا مفتاح حتى انك تفكر يعني انت مجرد تفكر صعبة لكن هو طبعا لو حاب انه هو يغير وممكن بقى يدي جمان في التوقيت دوت لحمد فتحي ومروان وامام عشور لان برضك انني ممكن ما بشاركش طبعا مع أرسنل في المباريات خالص فبالتالي برضك فورموت المباريات مش هتلاقيها برضك بالشكل القو